أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمي يا رب العالمين بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أموراً عديدة مما حصل من الكفار واليهود خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام من الأذى ومعهم المنافقون هؤلاء الذين حاولوا جهدهم أن يغيروا دين المسلمين وأن يعكروا عليهم صفاء عقيدتهم واتصالهم بربهم ولكن الله سبحانه وتعالى أخزاهم وفضحهم ونصر دينه وثبت عباده يقول تبارك وتعالى مصبراً ومبصراً للمؤمنين أن سنة البلاء هذه سنة ماضية وهذه بقدر من الله تبارك وتعالى لا يخلو الإيمان عن البلاء وليس المقصود من ذلك إهانة المؤمنين حاش الله إنما المقصود بذلك تمحيص صبرهم وتقوية إيمانهم وتمييزهم عن غيرهم من غير أهل من المنافقين والمشركين فالله سبحانه وتعالى يبين ذلك لعباده المؤمنين حتى لا يتكدروا وحتى لا يتأثروا عندما يحصل لهم شيء من هذا البلاء وحتى لا يظن ظن أن الله سبحانه وتعالى قد تخلى عن أوليائه حاشا لتبلون في أموالكم وأنفسكم هذا تأكيد وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا البلاء هذا قد يكون في الأنفس وقد يكون في الأموال وقد يكون فيما حول الإنسان هذا كله واقع وهذا كله معهود مشهود لا ينازع فيه ولا يماري فيه أحد لكن الله سبحانه وتعالى عرض ذلك وذكر به ليدل المؤمنين على أهمية الصبر والثبات لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وهذا الأذى متعدد ومتنوّى وقد يختلف من حال إلى حال وقد يختلف تأثيره من إنسان إلى آخر وهكذا لكن الله سبحانه وتعالى بين لهم المخرجة من ذلك إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الصبر حال البلاء هذا من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى ولا بد أن يصحب الصبر هذا تقوى الله لأن الإنسان قد يصبر لأنه لا حيلة له لكن إذا صبر ابتغاء رضوان الله وعلم أن ذلك من الله تبارك وتعالى كان صبره تقوى لله فإن ذلك من عزم الأمور وهذا جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى جزاء عظيم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أمراً من الأمور التي ظهرت عند أهل الكتاب خاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كتمانهم للحق وهؤلاء الذين حملوا الكتاب هم أولى الناس بالبيان وهم أولى الناس بالنصح وهم أولى الناس بالصدق لأنهم إن كذبوا أو أخفوا أو خالفوا أو غيروا أو بدلوا فإنما يغيرون كلام الله ويعتدون على شرعه تبارك وتعالى وقد أخذ الله عليهم الميثاق بالبيان أن يبين ذلك للناس وهؤلاء اليهود يعلمون كما ذكرنا سابقاً في مرات عديدة يعلمون صحة رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأنه نبي آخر الزمان وهذا عندهم في كتبهم لكنهم كتموا ذلك ونبذوا هذا العلم الذي ورثوه عن أنبيائهم نبذوه وراء ظهورهم يعني تخلوا عنه واشتروا به ثمناً قليلاً يعني اشتروا بعض الآخرة واشتروا الدنيا بها أن يكون لهم المنصب وأن تكون لهم السمعة بين الناس وأن تكون لهم المكانة فبئس ما يشترون الله سبحانه وتعالى قبح صنيعهم هذا ولن يجنوا منه خيراً ثم الله سبحانه وتعالى إن كان قد ذكر ذلك في شأن اليهود فهو ينسحب حتى على المؤمنين من علم شيئاً من أحكام الله من شرع الله أو كان من أهل العلم الذين يقتدى بهم ويرجأوا إليهم الناس فإنهم لا يجوز لهم أن يكتموا شيئاً مما علموه وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من كتم علماً نافعاً ألجم بلجام من نار يوم القيامة والعياذ بالله فهؤلاء حتى المؤمنون هذه الآية وإن نزلت على سبب خاص وهو أهل الكتاب اليهود الذين كتموا ما عندهم من العلم ابتغاء مصالح الدنيا لكن هذا أيضاً يشمل بعمومه كل من آتاه الله سبحانه وتعالى علماً فكتمه عن الناس أو غيره أو حرفه ابتغاء مصلحة من مصالح الدنيا ثم الله سبحانه وتعالى يقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى هنا يشير إلى خزي تلبس به هؤلاء اليهود كيف كانوا المنافقون ماذا كانوا يصنعون كانوا إذا سئلوا عن شيء أجابوا بغيره أجابوا بغير الحق حرفوا الكلام وإذا طلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام خاصة المنافقين إذا طلب منهم الخروج للغزو تظاهروا بالأعذار فإذا ما رجع النبي عليه الصلاة والسلام قاموا يحلفون له ويظهرون له أنهم صادقون وأنهم فرحون بما حصل للمسلمين من النصر هذا إن انتصروا فيتظاهرون بمحبة الرسول ومحبة أصحابه وما حصل لهم من النصر وهم في قلوبهم يحملون الغل والحقد والكره للإسلام وأهله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا هؤلاء بعضهم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام فيجيب بغير الحق ويتظاهر بأنه قد أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بما طلب ويفرحون بعملهم السيء هذا فالله سبحانه وتعالى طمأن رسوله عليه الصلاة والسلام لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من هذا الباطل ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يحبون أن يشكرهم الناس أنهم بيّنوا وأظهروا ما عندهم أو أنهم أظهروا الفرح بانتصار المسلمين وظهورهم على أعدائهم هؤلاء لا ينفعهم عملهم هذا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب العذاب ليس بعيداً عنهم بل ينتظرهم قريباً في الدنيا إن حصل لهم مجابهة من المسلمين مع المسلمين وانتصر المسلمون عليهم وإن لم يحصل فالمرد الآخرة والموعد الله سبحانه وتعالى فسيلقون جزاءهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هنا وقفة أيها الإخوة في قضية محبة الإنسان للحمد محبة الإنسان للحمد هذه ليست بعيدة من فطرة الإنسان وتكوينه ليست بعيدة من فطرة الإنسان وتكوينه ولكن الشريعة ضبطتها وزمتها حتى لا تنفلت حتى لا يكون العمل إلا خالصاً لله وحده سبحانه وتعالى جاء في الحديث أن الصحابي ثابث بن قيس رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله بعد أن نزلت هذه الآية قال أظني قد هلكت يا رسول الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا؟ يعني ما الذي أهلك؟ قال يا رسول الله إن الله سبحانه وتعالى يقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وإني مرؤ أحب الحمد يعني أحب أن يحمدني الناس وإن الله سبحانه وتعالى نهى عن الخيلاء وإني مرؤ أحب الجمال أحب الجمال فأظن أني قد هلكت وإن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وإني مرؤ جهير الصوت من طبيعته صوته عالي فيظهر في كلامه للنبي عليه الصلاة والسلام أن صوته أعلى من صوت النبي عليه الصلاة والسلام فظن أنه قد هلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام طمأنه لأنه يعلم ما في قلبه من الإيمان وأنه ليس من هؤلاء المنافقين قال ألا ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة من أين للنبي عليه الصلاة والسلام هذا العلم من الوحو ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر عن شيء من هذه الأمور المغيبة إلا إذا أتاه الوحي وأخبره فكان ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عمر وخرج في غزوة اليمامة في معركة اليمامة التي قتل فيها مسيلم الكذاب واستشهد واستشهد وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام له بالجنة إذن محبة الإنسان للذكر الحسن محبة الإنسان للعمل الصالح محبة الإنسان لأن يكون له موقع وقبول بين الناس هذا في أصله ليس ممنوعاً ليس ممنوعاً إبراهيم عليه السلام إبراهيم خليل الله وإبراهيم أبو الحنيفية إبراهيم أبو الأنبياء وأبو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال ماذا قال في دعائه قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين ما معنى اجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني اجعل لي ذكراً حسناً بين الناس بعد موتي هذا لا شيء فيه هذا لا شيء فيه والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لكن لا بد من أن نبين الحدود بين هذه الأمور المشروعة والأمور الممنوعة هذه الأمور إذا حصلت من باب ذكر فضل الله على عبده أو محبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى أو يرضى عنه هذه لا شيء فيها لكن بدون تكبر ولا خيلاء وبدون سعي إلى الرياء ألا يسعى الإنسان لأن يرائي بعمله الناس أن يحب مدحة الناس حتى لا يذهب عمله هباء منثورا فإذا لم يكن كذلك فلا حرج على الإنسان المسلم في هذا ولقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن يعني الإنسان يفعل الفعل الحسن يتقرب به إلى الله فيفرح به ويغتبط وإذا فعل فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إذا ساءته سيئته وسرته حسنته قال هذا هو المؤمن النبي عليه الصلاة والسلام هذا بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام ففي هذه الدائرة لا حرج على الإنسان المسلم أن يفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ما يثني به عليه الناس من خير من غير أن يغتر بذلك من غير أن يغتر بذلك وهذه تعتبر من عاجل بشر المؤمن أن يثني الناس على أحد خيرا كما أن ذكر الناس لأحد من الناس بشر والعياذ بالله هذه شهادة عليه بالهلاك والضلال والعياذ بالله فلا حرج على الإنسان المسلم في أن يحب أن يمدح بالخير أن يذكر بالخير يعني من غير سعي إلى الرياء ومن غير ركون إلى كلام الناس عليه أن يذكر فضل الله سبحانه وتعالى إذا عمل عملا يحبه الله أثنى به الناس عليه عليه أن يذكر أن هذا من فضل الله وتوفيقه لأنه لا يمكن أن يحصل للإنسان عمل مما يحبه الله ويرضاه إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدر هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم وهؤلاء الذين يظلون إنما ظلوا بأفعالهم ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم كذلك لن يخرجوا عن قدر الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تأتي آيات عديدة فيها عبر عظيمة أيها الإخوة فيها دعوة إلى التفكر ودعوة إلى التدبر ودعوة إلى النظر والتأمل في هذا الكون العظيم هذا الكون كل ما فيه شاهد على وجود الله شاهد على وحدانية الله شاهد على أنه لا إله إلا الله كل ما في هذا الكون كل ما في هذا الكون أدلة صدق وعدل على وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وأنه هو الرب وأنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المدبر وأنه هو المستحق للعبادة فلذلك لا ينبغي للإنسان المسلم ولا يصح منه أن يغفل هذا الجانب أي جانب؟ جانب التفكر وهذه عبادة من أعظم العبادات التذكر الذكر عندنا جانب عظيم من العبادة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقالوا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما هذا في جانب العمل العمل اللفظي والعمل الظاهر لكن فيه جانب لا يظهر للناس إنما يحس به صاحبه ويظهر آثره عليه وهو التفكر تفكر إذا خل الإنسان بنفسه إذا وقع الإنسان في بلاء إذا أنجاه الله سبحانه وتعالى من بلاء إذا ظهر له شيء من جميل صنع الله في الكون في المخلوقات في النباتات في المزرعات في الأشجار في الجبال في الكون كله في البحار عليه أن يتفكر في هذا الخالق العظيم الذي خلق ذلك كله وأوجده إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب هذه السماء والأرض بما فيها ما نراه في السماء وما نشاهده في الأرض وما خفي علينا أعظم ما نراه هذه أدلة شاهدة وأدلة الصدق على وجود الله تبارك وتعالى إنسان لو تأمل في السماء وما فيها من الارتفاع وما فيها من العظمة وما فيها من الكواكب وما فيها من النجوم والشمس والقمر وهذه أقرب شيء إلينا نشاهده وتكون السحاب ونزول المطر وكذلك الأرض وما إذا نزل عليها المطر وما يحصل فيها وما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الجبال والأشجار والأنهار والبحار والخلق هؤلاء الموجودون على ظهر الأرض هذا كله مدعاة للتفكر ومدعاة للإيمان على الإنسان المسلم أن يدرب نفسه على ذلك كله فالله سبحانه وتعالى يذكر عباده المؤمنين بهذا الأمر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الليل عندما يأتي يسود الظلام وتسكن الحياة وتأوي المخلوقات إلى أوكارها وأوطانها إلا الناس الآن في هذا الزمن ما عادوا يأوون إلى بيوتهم في الليل كان أصبح الليل نهاراً والنهار ليلاً عند كثير من الناس ولأياذ بالله لكن هذا الليل وما فيه من العجائب وما فيه من عظم الخلق وما فيه من الآيات التي تدعو إلى التدبر والتذكر وما فيه من السكون الذي ذكر الله تبارك وتعالى فيه قال جعل الليل سكنا تسكن الحياة الأشجار والمخلوقات والطيور تسكن في هذا الليل والنهار حسبانا ثم يأتي النهار بما فيه من الحياة والعمل والجد والحركة كل ما يكون في النهار من أسباب الرزق ومن أسباب الحياة ومن أسباب التواصل هذا كله عبرة وعظة ثم الأعظم من ذلك توالي الليل والنهار من غير فرق كيف يأتي الليل؟ تغرب الشمس ويدخل الليل كيف تشرق الشمس؟ فيبدأ النهار في حركة دائبة وحركة ثابتة وحركة متصلة لا تتغير أبدا حتى يأتي وعد الله سبحانه وتعالى فتطلع الشمس من مغربها وينتهي هذا الكون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آيات لماذا؟ دالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق الرازق لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يعني لو وجد مع الله إله آخر لفسد الكون لماذا؟ مثال يسير إذا وجد إلهان لو وجد فرضا إلهان هذا يريد أن يكون الوقت ليلا وهذا يريد أن يكون الوقت نهارا فيتصارعان فيفسد الكون لكن ما دام أن هذا الكون يجري على وطيرة واحدة وعلى سنن ثابتة هذا دليل على أن الذي خلقه وأبدعه وأوجده واحد لا شريك له أولو الألباب هم الذين يستفيدون من هذا من هم هؤلاء أولو الألباب؟ قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذب النار هذا هو دأب عباد الله الصالحين العقلاء الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حديثا رأته من النبي عليه الصلاة والسلام تقول لما كانت ليلتها التي يقسم لها فيها النبي عليه الصلاة والسلام جاء النبي عليه الصلاة والسلام ونام معها في الفراش كما ينام الرجل مع زوجه فلما كان هزيع من الليل استأذنها وقال إني أريد أن أعبد ربي فأذينت له فقام النبي عليه الصلاة والسلام تقول فقام فتوضأ ثم قام يصلي فبكى بكاء شديد النبي عليه الصلاة والسلام تقول بكى بكاء شديد سالت دموعه على ثيابه وعلى وجنته ثم جلس في آخر صلاته فبكى بكاء شديد حتى ابتلت ثيابه وابتل جسده من هذه الدموع ثم أنهى صلاته فاتكأ فبكى بكاء شديد حتى ابتلت الأرض من بكائه عليه الصلاة والسلام وإذا بالليل قد انتهى وجاءه بلال المؤذن رضي الله تعالى عنه بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه يؤذنه بالصلاة بصلاة الفجر يقول يا رسول الله صلاة الفجر فوجده يبكي بلال وجد النبي عليه الصلاة والسلام يبكي وقال يا رسول الله ما يبكيك نحن أولى يعني كأن كلامه يقول نحن أولى بالكاء منك ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما تبكي يعني البكاء لغيرك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلا أكون عبدا شكورا مقابلة النعمة مقابلة نعم الله بشكرها وعدم كفرها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب إلى شديد هذا أعرف الخلق بالخالق محمد عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قياما بحق شكر الله تبارك وتعالى عليه الذي أنعم عليه بهذه النعمة ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وما لي لأبكي ما لي لأبكي وقد أنزل الله علي الليلة هذا هو موطن الشاهد هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي للباق الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني تأثراً بهذه الآيات بكى هذا البكاء وقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات ليلة بعد أن مضى جزء كبير من الليل فنظر إلى السماء وقرأ هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات ثم قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن أمامي نورا وأعظم لي نورا يوم القيامة هذا دليل على معرفة النبي عليه الصلاة والسلام التي لا يساويه فيها أحد بحق الله تبارك وتعالى عليه وبعظم شأن هذه الآيات التي تدعو إلى التفكر وتدعو إلى التدبر وتدعو إلى زيادة اليقين بحق الله تبارك وتعالى على هؤلاء العباد وبأنه سبحانه وتعالى مستغن عنهم هم المحتاجون إليه ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار هذه نتيجة التفكر إذا استقرت في نفس العبد عظمة الله سبحانه وتعالى ليس له إلا دعاءه ورجاءه ليس في الوجود رب غيره فيدعى ولا إله غيره فيرجى إذن لا مفر للعبد من أن يلتجأ إلى ربه سبحانه وتعالى وأن ينطرح بين يديه وأن يبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار يعني ربنا لا تكتبن مع هؤلاء الظالمين ولا تآخذن بسوء أعمالنا واغفر لنا وتجاوز عنا ربنا إن لماذا لماذا يقولون هذا لأنهم يقدمون أنهم آمنوا بالله ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان وهو رسولنا عليه الصلاة والسلام والقرآن الذي جاء به أن آمنوا بربكم فآمنا قال لهم الله آمنوا قالوا آمنا ربنا يعني بإيماننا بك فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يعني هذه الأعمال الصالحة التي قدموها يتوسلون بها إلى الله سبحانه وتعالى ليتجاوز عنهم ويكفر عنهم سيئاتهم وأن يحشرهم مع الأبرار الذين يدخلهم جنته وهذا فيه أيها الإخوة دليل على أن العبد المسلم في دعائه لله تبارك وتعالى يتوسل إليه بالعمل الصالح الذي قدمه والذي يعلم أنه فعله مخلصا لله تبارك وتعالى فيه وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة من من كان قبلنا من الأمم السابقة أووا إلى غار كانوا يمشون فجاءهم مطر مطر شديد فدخلوا يستظلون من هذا المطر بالغار الغار هذا تجويف يكون في بعض الأحجار في بعض الجبال فدخلوا فنزلت صخرة عظيمة من أعلى الجبل فسدت فملغار هنا لا مجيب ولا مغيف ولا منجى ولا ملجى إلا من الله سبحانه وتعالى من يسمعهم من يستطيع أن يحرك هذه الصغرة فتذاكروا فيما بينهم ماذا نصنع كيف نخرج من هذا البلاء قالوا ليذكر كل منكم عملا صالحا عمله ابتغاء رضوان الله يتوسل به إلى الله فذكر لا نريد أن نسترسل في هذا الحديث معلوم فذكر كل منهم ذكر الأول عملا صالحا وتوسل به إلى الله قال اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء رضوانك فافرج عن ما نحن فيه فتزحزحت الصخرة قليلا ثم الثاني ثم الثالث فارتفعت الصخرة وخرجوا يمشون توسل إلى الله بصالح العمل أن يقدم الإنسان العمل الصالح الخالص الذي يعلم أنه إنما فعله وإنما قدمه ابتغاء رضوان الله هذا من أسباب القبول عند الله سبحانه وتعالى انظروا إلى ما قاله هؤلاء ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإمام أن آمنوا بربكم فآمن قدموا هذا العمل الصالح استجابة لأمر الله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ماذا كان جواب الحق تبارك وتعالى لهم عندما قالوا هذا وقالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف الميعات ما هو الشيء الذي وعد الله به عباده على لسان رسله الهداية وعدهم بالنصر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين والأمر الآخر والأعظم هو الجنة في الآخرة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة الخزي والعياذ بالله في يوم القيامة هو دخول النار ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف الميعات نحن نثق بوعدك والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده حاشه سبحانه وتعالى ماذا كانت النتيجة من هذا كله فاستجاب لهم ربه الله سبحانه وتعالى قبل دعاءهم وقبل توسلهم أني لا أضيع عمل عامل منكم وهذه كما تكون لهؤلاء تكون لغيرهم ممن يأتي بعدهم في كل زمان وفي كل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أني لا أضيع عمل عامل منكم من هذه الأمة من ذكر أو أنثى لا تفضيل في هذا طاعة الله سبحانه وتعالى مفروضة على الجميع واتباع شرعه واجب على الجميع ما ذكر من بعض الأحكام الخاصة بالرجال أو بعض الأحكام كالجهاد وحضور صلاة الجمع والجماعات والنساء كما خفف عنهن في عدم حضور الصلوات الجماعة وخفف عن المرأة الحائض في ترك في الإفطار في رمضان وعندما تكون مرضعا وهكذا يعني الأحكام الخاصة بالعدة عدة الطلاق والوفاة ونحو ذلك هذه كلها لا تغير من أصل التكليف التكليف واحد طاعة الله على الجميع على الرجال والنساء أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض كلكم أمة واحدة فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا هذه كلها أعمال وابتلاءات تحصل للمؤمنين أو لبعضهم وفي بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة لأكفرن عنهم سيئاتهم تجاوز عنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى والله عنده حسن الثواب خيره وأعظمه وأبركه عند الله سبحانه وتعالى لا يساويه ولا يدانيه شيء أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام سألت النبي عليه الصلاة والسلام النساء كنا حريصات على الخير كحرص الرجال في زمن النبي سبحانه تقول يا رسول الله لم نرى الله ذكر النساء في الجهاد يعني هل نحن محرومون هل نحن محرومون من هذا هذا معنى كلامها فأنزل الله تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الرجال والنساء وشمول خيره وبره للجميع لكن لا بد أن يتذكر كل من الرجال والنساء ما خلقه الله من أجله وما أعده له الرجل خلقه الله سبحانه وتعالى لأمور زائدة على أمور التكليف العام الصلوات وأركان الإسلام وأركان الإيمان والبعد عن الفواحش والبعد عن المظالم كذلك المرأة لكن الرجل الله سبحانه وتعالى كلفه بالجهاد الرجل كلفه الله بالقوامة الرجل أعطاه الله من القوة والجلد على العمل والتحمل أكثر من المرأة والمرأة في المقام الآخر أعطاه الله سبحانه وتعالى القدرة على الحمل والإنجاب والإرضاع وتنشئة النشر والصبر على ذلك بما لا يستطيعه الرجل تصوروا لو أن رجلا أراد أن يرعى طفلا رضيعا لا يستطيع وإن صبر عليه يوما أو يومين لكنه لا يستطيع لكن الله سبحانه وتعالى أورث النساء هذا الأمر تقوم به المرأة يعني محبة ورغبة وصبرا وتجد من وقتها ومن جهدها الشئ الكثير الذي تبذله في هذا المضمار ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم ما تأتي إمرأة تتمنى أنها كانت رجلا ولا يأتي رجل ويتمنى أنها امرأة يقول لا تمنى أني كنت امرأة أجلس في البيت وينفق عليه ولا أتحرك ولا أعمل لا الله خلق كل شيء بقدر يعلم سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته لماذا خلق هذا رجلا ولماذا خلق هذا امرأة رجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله فضل الله واسع للرجال وللنساء هنا تأكيد لهذا المعنى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الله سبحانه وتعالى يمهد لرسوله بعد ذلك وللمؤمنين ويطمئنهم ويسري عن قلوبهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد قد ترى من الكفار تسلطا وظلما وإيذاء فلا يغرنك هذا تقلب الذين كفروا في البلاد استيلاؤهم وظهورهم وبطشهم وظلمهم وعدوانهم لا يغرنك هذا متاع قليل متاع الدنيا قليل هذه الدنيا بكل ما فيها أمرها يسير في ميزان الله ومدتها قليلة متاع قليل ثم ماذا قال ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد والعياذ بالله مصيرهم الأسود القاتم ينتظرهم في يوم القيامة ثم مأواهم جهنم يكفي أن يقال إنهم من أهل جهنم لكن الله سبحانه وتعالى وصف هذه النار أجارنا الله وإياكم منها وبئس المهاد المهد هو فراش بئسة جهنم مهاد نسأل الله أن ينجينا منها ومن كتب الله عليه الشقاء وأدخله النار فلا تسل عن حاله لكن الذين اتقوا ربهم هؤلاء الذين صبروا وتحملوا وابتغوا رضوان الله ما لهم قال لكن الذين اتقوا ربهم في الدنيا بالتزامهم بطاعة الله وصبرهم على ما يلقونه في سبيل ذلك قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار ما ذكر هنا وضعهم في الدنيا ولا ما يصيبهم في الدنيا لأنه أمر يسير في مقابلة ما يحصلون عليه في الآخرة لكن الذين اتقوا ربهم ما قال مثل ما قال عن الكفار متاع قليل يعني في الدنيا ولهم عذاب في الآخرة قال عن المؤمنين لكن الذين اتقوا ربهم ذكر جزاءهم في الآخرة وهذا دليل على أن ما يصيبهم في الدنيا شيء يسير لا يقارن بما يحصلون عليه في الآخرة لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من أين هذا قال النزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار النزل ضيافة تكريم من الله سبحانه وتعالى ثم تأتي هذه الآيات وهذه السورة لتختم بما يبين عدل الله سبحانه وتعالى وأنه لا يظلم أحدا هؤلاء الكفار وهؤلاء أهل الكتاب الذين ظلموا وطغوا وبغوا وأنكروا وجحدوا وحرفوا وقبل ذلك قتلوا أنبياءهم هؤلاء أيضا فيهم فئة ليست على هذه الشاكلة إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم هذا ثناء على أن هناك طائفة من أهل الكتاب قبلت الحق قبلت ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام واستبشروا بما عندهم من العلم العلم الذي في كتبهم أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي آخر الزمان وأنه مرسل من عند الله فآمنوا بما في كتبهم وآمنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يؤتون أجرهم مرتين يؤتون أجرهم مرتين أجر على إيمانهم بما في كتبهم وأجرهم على إيمانهم برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فالله أثنى عليهم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله هذا عملهم من خشية الله يخشون ما عند الله ويرجون ما عنده لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا الذين تقدموا الذين تقدموا لا يحسبن الذين وإذ أخذ لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب هؤلاء الذين حرفوا وغيروا يقابلهم هؤلاء لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يقدمون الدنيا على الآخرة يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى ماذا لهم قال أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب هؤلاء لا يخافون ولا يحزنون على ما فاتهم في الدنيا لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب سرعة الحساب هذه لله تبارك وتعالى ولكن هناك طائفة من أهل الجنة حسابها يسير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حسابنا يسيرا أن يجعل حسابنا يسيرا فهؤلاء الله سبحانه وتعالى وعدهم بالفضل العظيم لإيمانهم بالله وعدم ركونهم إلى الدنيا وابتغائهم ما عنده ثم تختم السورة بهذه الآية العظيمة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون المخرج من كل هموم الدنيا وغمومها وما يصيب الإنسان المسلم فيها من البلاء ما هو الصبر وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطي ابن آدم عطاء خيرا من الصبر الصبر ثبات حبس النفس على ما تكره الصبر ليس في الأمور المحببة الحسنة الصبر على المكاره الصبر على المكاره على ما تكرهه النفس اصبروا هذا أمر للمؤمنين وصابروا المصابرة زيادة على الصبر المصابرة هي المتابعة والموالاة وزيادة الصبر مرة بعد مرة وكرة بعد كرة ورابطوا دوموا على ذلك واتقوا الله لعلكم تفلحون هذا هو طريق الفلاح للمؤمنين فإذا أمرهم الله سبحانه وتعالى بطاعته وعبادته استقاموا على ذلك إذا أمرهم بجهاد الكفار جاهدوهم إذا أمرهم بالصبر على ما يلقونه في سبيله صبروا واتقوا الله إذا قارن ذلك التقوى فهذا هو طريق الفلاح واتقوا الله لعلكم تفلحون وهذه كلمة لعلى في القرآن ليست للترجي وإنما هي للتحقيق أن هذا أمر سيحققه الله لكم إذا التزمتم بذلك فإن هذا هو سبيل الفلاح والنجاة عند الله سبحانه وتعالى نأتي بهذا أيها الإخوة إلى ختام هذه السورة المباركة سورة آل عمران وهي السورة الثانية من السور الطوال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا على الإيمان واليقين وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونسأله أن يتجاوز عن تفريطنا وتقصيرنا وإساءتنا إنه على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلاء أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين تحبهم وترضى عنهم يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين وأعداء الملة والدين اللهم نصرك لعبادك المظلومين المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم أصلح أئمتنا وأولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر